حقيبة حروفي وقصصي القارئ المبتدئ حرف الياء طب يومكم يا أصدقائي في هذا النشاط سنتعلم القليل عن أنفسنا لذلك سأطلب منكم احضار ورقة بيضاء وقلم رصاص رسموا ثلاثة بالونات في كل بالون رسموا أو اكتبوا إجابة السؤال الذي سأسأله لكم هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا رسموا في البالون الأول من هو صديقكم المفضل؟ رسموا في البالون الثاني مع من تحبون اللعب في المدرسة رسموا في البالون الثالث ما هو حيوانكم المفضل؟ هل أحببتم هذا النشاط؟ هذه البالونات ستساعدكم على تذكر قدراتكم والأشخاص والأشياء التي تحبونها كيف هو التقص اليوم؟ مشمس بارد حار دافئ قليل الغيوم غائم القراءة الجهرية ماذا ترى في الصورة؟ هل تتذكرون النشاط الذي قمنا به لنتعلم عن أنفسنا؟ من أجل أن نتعلم بشكل أفضل علينا أن نتعلم عن أنفسنا ما هي الأشياء التي يمكننا فعلها؟ من هم الأشخاص الذين يجعلوننا نشعر بالأمان؟ الآن وبعد أن اكتشفتم أشياء جديدة عن أنفسكم هيا بنا نكتشف هذه القصة استمعوا جيداً وأجيب عن الأسئلة في نهاية القصة حديقة ياسر أمام بيت ياسر حديقة في الحديقة شجرة ياسمين في الحديقة يمامة وطيور يسقي ياسر شجرة الياسمين يزيل ياسر العشب اليابس بعد ذلك يشرب ياسر كوب شاي ويعزف على الناي تطير اليمامة وتفرح الطيور سمعوا السؤال وأجيبوا ماذا يوجد في حديقة ياسر؟ في حديقة ياسر شجرة ياسمين ويمامة وطيور ماذا يشرب ياسر؟ يشرب ياسر كوب شاي لماذا تفرح الطيور؟ تفرح الطيور لأن ياسر يعزف على ناي ما هو الحرف الأكثر تكراراً في القصة؟ حرف الياء صرت أعرف كيف أقرأ كلمات فيها حرف ي ياسر شاي بيت سأقول كلمات سأقول كلمات يه يمامة ك witnessing يه أحسنتم مشروع الصغير حضروا بطاقة حرف ي رسموا على ورقة يدا أو يمامة أو عينا واكتبوا حرف ي احتفظوا بالبطاقة في علبة أو كيس لأننا سنصنع في كل مرة بطاقة جديدة لحرف جديد لتكتسبوا مهارات الوعي الفونولوجي سماعيا للحرف ياء شاهدوا معي فيديو رقم اثنين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة